بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أرشف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفليما كثيرا يا رب العالمين نشرت صفحة الخبر لحظة بلحظة باستراد عن صفحة كشكول أن وزير التربية والتعليم طار شوقي قال تأجيل امتحانات السنوية العامة في هذه الحالة وطبعا طلع الراجل وقال أن احنا ممكن نأجل السنوية العامة في الحالات الآتية أول حاجة طبعا أنه سوف يتم الإعلان عن الخطوات النهائية للسنوية العامة بالجامعات والجامعات كمان يوم 15 مايو الجاري يعني الشهادة اللي هم في ربعة اللي هم في ربعة كلية واللي هم في ثلثة سنة وفي أي مكان أو ثلثة فنة وجاري طبعا عملوا إيه بقى هيعلن عنه يوم 15 مايو الجاري 15 مايو اللي جاي ده وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع عمر قديم أنه كوزار التربية والتعليم مصرين أنه هم لازم ثلثة سنة ويخشوا الجامعة لازم هم يمتحنوا قبل ما يخشوا الجامعة لابد من وجود تقييم عادل في تكافى فرص يفرق بين الطالب المكتهد والغير المكتهد طيب عشان نقدر ندخلهم الجامعة حيث أن موعد الامتحان هو 7 يونيا اللي هو 7 ستة زي ما احنا عارفين وأكد شوقي في حالة إذا رأت الدولة بكامل أجهزتها أن هذا الموعد المحدد لامتحانات السنوية العامة لا يسمح فيه لإجراء الامتحانات في تلك الحالة سيتم التأجيل وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم رافضها تماما لعدم عقد الامتحانات واستبدالها بشيء آخر الراجل مش ناوي يتمتح له يبلاش تمام طيب ولكن رمى أو ركن الموضوع على الدولة الدولة هي اللي فدها تماشي الامتحانات أو ما تماشيهاش حسب بقى الإحصاءات ولذلك لا يبقى وصيلة للتربية والتعليم تقدمها للتعليم العالي سوى التنصيق تمام طيب يعني الراجل برا إيه نفسه ربنا يصر ربنا يقدم لي في الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة